كما أشهد مع علي السيد علي بن صالح الصالح رئيسه مجلس الشهرى بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم والتي تؤكد الرؤى الموحدة والأهداف المشتركة والجهود الثنائية التي تهدف إلى تعميق السلام العالمي وتعزيز الحوار والتسامح والتعايش الإنساني بين دول وشعوب العالمي كافة معربا مع علي عن الفخر والاعتزاز بالنهج الثابت لجلالة الملك المعظم أيده الله وتطلعات جلالته الشاملة لترسيخ الشراكات الدولية وبناء علاقات وروابط بين الدول تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البناء وأكد مع علي رئيس مجلس الشورى أن دعوة جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه إلى قداسة بابا الفاتيكان لزيارة البحرين والاطلاع على الشواهد الحاضرة والنماذج الراسخة للتعايش والحوار تعد تتويجا لمسيرة زاخرة وتاريخ مليء بالعطاء الإنساني كما أعرب رئيس مجلس الشورى عن الاعتزاز الكبير بمضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم وما أكد عليه جلالته رعاه الله من حرص واهتمام مستمر على دعم ومساندة جهود القيادات الدينية وأثنى رئيس مجلس الشورى على المضامين القيمة التي جاءت في كلمة قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان خلال استقبال جلالة الملك المعظم لقداسته وما حملته من معاني النبيلة تجسد صورا متعددة للتسامح والتعايش الذي تتفرد به مملكة البحرين كما نوها معالي رئيس مجلس الشورى بمضامين الكلمة التي ألقاها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين الدكتور أحمد الطاقة